يعني رغم زي ما قلت المساحة ما كانتش كبيرة قوي لكن قدرت سبحان الله تلفت النظر جدا والناس كلها بقت متابعاك ومستمياك والوقت اللي ما بكتش موجود فيه منبقى عايزينك بص حضرتك زي ما حضرتك قلت لما يتجلى الله قالها الأستاذ أشرف عبدالغفور في مسلسة رشيد الله عندما يتجلى لا أحد يقدر أن يقف أقصاد هذا التجلي فأحيانا ربنا بيتجلى الإنسان في لحظات ما نملكش منها شيء يعني أنا من ناحية الشغلة فأنا اشتغلت كتير مثلا وخدت مساحات أجر كده آه لكن جات اللحظة أني أنا لقيت أنا تخضيت أنا ما عملتش حاجة أكثر من اللي أنا بعمله فالريضة بقى اللي كانت الرسالة بتقولها أنا سأيت وراء حاجات كتير ما كانتش منصيبي سبحان الله لكن كل اللي أنا شلته ده الشخصية اللي بتقول كل اللي أنا اتوجعت بيه هو الهم ووجع القلب لكن استريحت لما عرفت نعمة ربنا علي وهي الرضة وهي الرضة فكانت دي كانت مفتاح شخصية الشخصية بتاعت رادي وفي نفس الوقت الحن بتاع شفية احنا برضو يعني عايزين لقول إن ده كان في مسلسل الصفارة الصفارة بطولة العزيز أحمد أمين أستاذ أحمد أمين أشتازنا أنا من جمهوره الحقيقة وهو مبدع جدا ومختلف جدا جدا وفنان حقيقي في مناح كتير بقى من الفن هو مش بس مموصل هو كمان عازف وملحن وكاتب وفنون جميلة فن تشكيلي يعني ما شاء الله عايز بس أقول لحضرتك معاه شريكه في المسئولية وشريكه في كفاح الأستاذ علاء إسماعيل المخرج تحية المخرج حقيقة كمان موهوب جدا جدا وعملوا الحقيقة مسلسل عظيم وراقي وليه مضمون مهم وكل عناصر العمل حقيقة فيه كانوا يعني عناصر مكتملة